أصعب سجن والأخطر يمكن أن تنجمش تنسيه هم فماش سجن ما هوش خطير قاسم مشترك ما بين سجونهم كلهم مخترين باعتبارهم معناها مجتمعات انضباطية وباعتبارهم يأون معناها المذنبين والمجرمين وإلى آخره فمن فميك يستبغوا بالخطورة لكن كمام زادة فمه في التصنيف في التعالي السجون فمه لي أخطر منه وأقوى منه وإلى آخره أدرت معناها تقريب عشرة في أثناء أثناش سجن أثناش سجن اللي ظهر لي أنا معناها أقوى وأخطر هما ثلاثة برج العام لي هو أقليم برج الرومي لي هو أقليم والنظور هذو أخطر سجون نعم لو ترتبهم لو رتبهم رقم ثلاثة شكون رقم ثلاثة برج العامري رقم ثنين ثنين برج الرومي واحد النظور 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 هو السجن اللي فيه الأحكام التويلة المدى نعم الأحكام الكبيرة بكل تبدأ من العشرين سنة فما فوق المدى الحياة المرتين مدى الحياة الأعدام المتين سنة ثلاثمية سنة إلى آخر الأحكام هذي يعني نعم التعذيب هذا اللي حكيو عليه رو خطأ خطأ جسيمة ذي قاعدة تغلط فما الناس قاعدة تغلط في الرأي العام بالموضوع هذي أورك التعذيب الفوا فونتوم عنها نتحدث على الآليات التعذيب يطلب الآليات وإحنا ما عناش الآليات هذه كان جيت عندك الآليات هذه فما الأخلاق رو الشخص المثل الأمام ماذا يتوى رو عنده وعنده عنده أصل وعنده مفصل وعنده بلاد وعنده جهة وعنده أخلاق وعنده تربية وعنده دكوين وعنده مستوى وعنده عائل وراه وعنده مجتمع كامل لكن أنت كنت تنتمين نظام كامل يعني كنت موجود بشتبق أوامر النظام أنا ننتمين للعالم التونسي للوطن التونسي النظام مهما كان نوعه فما شخصيتي أنا أنا كسكو جوفي له أنا أنتونكو ديركتور عندي الساعة قانون نخدم به قانون عام فما قانون خاص اللي هو نظام داخلي نخدم به اللي هو ما جبتاشي أنا من دارنا حضايا حطتها الدولة اسم الدولة اسم الدولة تونسية موجود ونخدم به واللي هو زاد متطور متقدم أصلا حتى احنا حتى كان ربما توسعنا شوية في الحوار احنا للسيستام كارسيرار انتعنا رأوا ما جايش واحد تحت شجرة هكا كتبة ولا قاعد في قهوة كتبة نون هذا يرأوا السيستام كارسيرار الفرنسي اللي هو معروف معناها الفرنسة مع الإكزاجون معروفة من من أول أقوى الدول اللي عنده السيستام كارسيرار نضيف معناها وعريق دكار دونك معناها سيستام نتاعنا نضيف وفيه معناها نظام وفيه حاجات معناها اي تحفظ حرمة الحرمة الجسدية والحرمة المعنوية المعنوية للسجين وحنا نطبقه فيه لا معناها تحب تقولي سعالي ما كانش فيه متعذيب في السجون اللي كنت فيه انت مدير طبعا ما كانش استحال استحال معناش حاجة متعذيب ما تخافش كوني يواجهك اليوم يقول لا انا تعذبت في فترة سعالي شوشين ولا تحت يدين سعالي شوشين لا ما نخاف من حد وكل ما هو امامي لا يخيفني عندي قانون وعندي شرعية وعندي دولة قانون نخدم فيها وعندي نظام وعندي اخلاقي قبل كل شي تم اخلاقي مش معناها بحكم انا رتبتي ولا وظيفتي بشي نجي نعذب بشار رجمان فوق انا بالنسبة لي انا تم نظام داخلي يجب ان يمشي عليه وعندي زادة في النظام الداخلي عندي قانون تعقوبات عندي ما يسمح لي قانون اني اي ساجين يخالف ولا يرتكب اي حاجة تجاوز ولا جنحة ولا اللي هو عندي نصوص تسمح لي بشي نعط داخليا واذا كانت جنحة من نوع ترتقي نوع جريمة ولا حاجة مخترة والحاجة نحيلها للقضاء